مبارح كنا زعنا على حضراتكم القرار الوزاري اللي بموجبه اطمأن رفعت من خلال تأكيدات مسؤولي نادي مودرن فيوتشر واللي قال عنه من شوية دكتور وديد دعبس ان دورنا بينتهي عند الحصول على القرار الوزاري حسب ما قال وبالتالي دي النقطة اللي أنا بقول لحضراتكم فيها نقطتين الحقيقة النقطة رقم واحد هي تحول وجهة اللاعب من غانا الى ليبيريا لتصبح من غانا طائرة خاصة الامارات دي النقطة اللي اعتقد ان هي محور التحقيق الاساسي اللي ممكن نعيش فيه في الفترة اللي جاية اللي لازم نشوف نتائجه بحسب ما اعلنت الوزارة ان هي ستطلعنا على نتائجه النقطة التانية هي نقطة تصريحات الدكتور وديد دعبس اللي قال فيها انه هنا بيتوقف دورنا عند الحصول على القرار الوزاري طيب هل القرار الوزاري ده مسوّغ؟ وزارة الشباب الوزاري ده قرار المفروض الخطوة التالية فيه هي انه النادي بيحصل على تصريح السفر ده القرار الوزاري القرار رقم واحد من مواده الستة انه مدت سفر اللاعب احمد السيد رفعت احمد لاعب الفريق الاول بنادي فيوتر افسي من دولة ليبيريا الى دولة الامارات لمدة ثلاثة اشهر خلال الفترة من 10 اكتوبر 22 الى 10 يناير 23 لقضاء فترة معايشة مع نادي الوحدة الاماراتي ده مختوم بختم النصر يعني من جانب الوزارة لكن الخطوة التالية هل حصلت الموافقات على القرار الوزاري ده ليصبح القرار نافداً ويسافر اللاعب الى الامارات؟ كي لا يعتبر متهرباً كما اعتبر بالفعل في كل التفاصيل اللي حكيناها لحضراتكم من شوية على لسان المصادر ومعلوماتنا دي النقطة الفارقة دي النقطة التانية الفارقة في قصتنا انه هل بقى من حق اللاعب انه بدل ما يطلع بقرار وزاري بدل ما يطلع بقرار وزاري من مصر لليبيريا وفي خلالها ترانزيت غانا الى مصر غانا امارات هل حصلتم على الموافقة دي؟ دي الإجابة إجابة السؤال ده هتحطنا قدام العديد من الإجابات الأخرى وهتحطنا قدام العديد أو الإجابة على سؤال من المتسبب في الأزمة النفسية اللي عاشها رفعت اللي هي ممكن تحطها جنبا إلى جنب مع الأزمة الطبية اللي عاشها رفعت اللي عادة بالسلامة إلى منزله ثم مات بعدها بشهرين الإجابة على السؤال ده أعتقد أنها تكون محور التحقيقات في الفترة المقبلة اللي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة دي كانت القصة ببعض تفاصيلها اللي احنا هنتبعها مع حضراتكم بإذن الله يوما بعد يوم لكن عايزة أقف عند نقطة أخيرة بس أنه في التحقيق اللي أجري مع أحمد رفعت اللي اتخففت عقوبته إلى أربعة أشهر أربعة أشهر بحسب ذاكرتي من معلومات زو ما لاقيها أكدولي التحقيق اتسأل فيه أنت ليه كنت متغيب عن وحدتك العسكرية من 10 أكتوبر 2022 اللي هو لو تفتكروا ده الموعد اللي فيه سافر الإمارات بالضبط ليوم 10 أكتوبر 2023 لمدة عام العقوبة أنت بتتكلم في أنه اللاعب نفسه من خلال مصادر مقربة كان معترفا بأنه مسؤول يعني حتى لو مش هو المتسبب وأنه وعد فكان لأنه عرض أن يلعب في طلاع الجيش بالمناسبة ولكن اتقاله ده مش كورة الموضوع مش كورة خلاص الموضوع ما بنلعبش كورة دلوقتي الموضوع ده عقوبة قانونية بسبب التهرب وده اللي قاله الدكتور وليد دعب اسمن شوية أن الموضوع تحول إلى قضية وفيها تم تكليف محامين اللي هو الأستاذ محمد رشوان ثم خففت العقوبة مراعاة لموقف اللاعب ومراعاة لأنه رياضي ومراعاة لأنه ده نادي كمان يعني لأنه مؤسسة عسكرية بتسعى لأنه حسن النية بحسب ما قال الأستاذ محامي اللاعب محمد رشوان النقاط دي كلها أعتقد معلومات مهمة جدا فيها بعض التضارب ربما ما بين ما يقال وما بين ما بنتحصل عليه من مصادر أخرى وما بين ما هو موجود على الإنترنت من معلومات معلومات موسقة يعني لكنه أعتقد كلها معلومات مهمة للكشف عن الكثير من الحقائق في هذه المرحلة ومرة تانية إحنا أحيانا في التوقيت اللي زي ده مع أن إحنا بنبحث عن المتسبب ومع التحقيقات اللي بتجرى بينسى المشهد الحزين نفسه اللي هو وفاة أحمد رفعت فهو لن ينسى وأنه ده متابعة وحق خصوصا أن اللاعب بنفسه كان هو اللي قال أنه أنا ما تعرضت لي سببه ما مريت بيه من خلال بعض الأشخاص فده سبب متابعتنا للموضوع مش يعني مش تجاوزا للأحزان مش تناسيا للمصاب الجلل اللي إحنا بنمر به لكنه بنعتبره حقا من حقوق اللاعب أو على الأقل حقا لأنه في مكان أحسن مش مستني حقه في الدنيا إن شاء الله في مكان أحسن لكنه على الأقل حق من حقوق أسرته اللي أكيد ممكن ترتاح لأنك هتعيش معاق الكبت اللي لم يخرج إلينا إلا بعد وفاته ربنا يرحمه ويلحقنا بيه في الجنة بإذن الله شكرا